السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنبدأ في هذا الفيديو شابتر جديد بعنوان GDPC Java Database Connectivity سنرى Introduction للGDPC ثم سنرى أهم الخطوات لتسوية Connection مع Database وسنرى أمثلة مختلفة كيف نغير محتوى Database نوضيف معلومات، نحذف معلومات، نبحث عن معلومات داخل Database إذن مقدمة للGDPC GDPC يعني Java Database Connectivity GDPC is an Application Programming Interface and it allows to connect to Database and Modified يعني أن الـ GDPC حيمكننا من تسوية Connection مع Database وتغيير محتوها يعني الـ GDPC يمكننا ربط البرنامج مع Database ويغير محتوها الباكيج الهام اللي حيستعمل عندما نريد أن نكتب كود يستعمل الـ GDPC هو java.sql هناك العديد من الـ classes الموجودة في java.sql هنا بعض منها سنرى مثلا في هذا الشابتر Driver Manager Connection Statement إلى غير ذلك بنسبة لي أهم الخطوات عندما نكتب برنامج يستعمل الـ GDPC أول خطوة إذن Establish The Connection يعني حنسوي الربط بين البرنامج والـ Database ثم Create GDPC Statement حنحتاج إلى Object نوعه Statement الخطوة الثالثة Execute Query حننفذ الأمر يعني الـ Statement هذا حيستعمل لـ تنفيذ طلب طلب يمكن أن يكون إضافة معلومات داخل الـ Database حذف معلومات أو إنشاء Tables أو البحث عن معلومة معينة إذن ثم نأخذ الـ Result النتيجة وآخر مرحلة هي تقفيل الـ Connection تقفيل الربط بين البرنامج والـ Database إذن الخطوة الأولى هنجدها هنا هنستعمل هذا مثال Code مثال إذن هذه الخطوة الأولى ثم الخطوة الثانية تسويت أو إنشاء Statement الخطوة الثالثة هي تنفيذ Statement أو تنفيذ الـ Query إذن هذا هو الجزء هذه الخطوة الثالثة والخطوة الرابعة تخزين النتيجة في هذا الـ Object إذن هذه هي الخطوة الرابعة ثم هنا قمنا بقراءة محتوى الـ Result وأخيراً الخطوة الخامسة اللي هي تقفيل الـ Connection سنرى هذي Steps في بقية البرامج اللي هنبتبها